السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا منكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 وحدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزئة رقم 10 من شبطة الـ 2 هنتكلم على الـ Application بتاعت السيرموسيتنج والـ Adhesives الـ Application بتاعت السيرموسيتنج في الحقيقة لما أجل تشوف البينيكولز ألا أنه بيستخدم كأتهيزيف أو كوتينجز أو لامينيتز طيب احنا اتفقنا قبل كده أو من خلال تعرفنا على المخواص الميكانيجي للسيرموسيتنج وأنه عبارة عن ريجيد فطبعا عشان كده احنا بنستخدمه كما دلاسقة أو كتغطية الـ Aminize برضو بيستخدم كأتهيزيف أو الكوكوير أو الـ Electrical Molding اللي هي البوكسات بتاعة الكهرباء أو في الحاجات المستخدمة في المطابق أو كما دلاسقة البوليسترز بناستخدمه في الـ Electrical Molding وأستخدمه برضو كماتريكس في عملية الـ Composite Polymer زي ما نتعرف على الـ Composite فيما بعد البوكسز برضو أتيزيف وإلكتريكال مولدينج وماتريكس في الـ Composite Material اليوريسينز بستخدمه كفايبر الياف أو كودينج أو فومز يعني أنا بعمل بلد فومز اللي هي بعزل بها المباني عشان يكون في كفاءة أعلى للمكافئات المستخدمة السيليكون بستخدمه كأتهيزيف أو الجاسكيت أو السيلينتز لما كنشوف الـ Adhesives كعائلة من عائلات السيرموسيتنج ألاقي أن هي عوالي خمس أنواع زي اللي قدام إما Chemical Reactive Adhesives حتى دي احنا يمكن بلاحظها أن هي مثلا لما نيجي نشتري بعضا من المواد اللاسيقة اللي هم يبقى مديني أو بي أو بوبتين مع بعض لازم أحطهم على بعض عشان أبدأ أستخدمهم كما أبدأ لسيقة ليه؟ عشان بيتم Chemical Reaction طيب النوع الثاني Evaporation or Diffusion Adhesives هذه النوع في الحقيقة بيبقى عبارة عن سائل لازم أحطه في المكان اللي أنا عاوز ألسق به وأستنى لما يجف وبعدين أبدأ ألزق النوع الثاني اسمه الخط Melt Adhesives وده احنا عارفين اللي هو المسدس الشمع اللي هم نستخدمه بيسخن يسيل على طول أستخدمه في عملية اللاسق النوع الرابع اسمه Bridger Sanestative Adhesives أي المواد اللي هي الملاسقة اللي هي حساسة للضغط زي الرسومات اللي احنا بنلزقها على التيشيرتات بتاعة الأطفال إذا كان ما صنصورة لتومو جيري أو ما شابه بضغط عليها بالمكبس الساخن فبتبدأ تلزق النوع الأخير اللي هو الConductive Adhesives زي شريط الشيكرتون أو السولوتيب زي ما نسميه يعني هو ما بلزق شغل لما أقطعه وأركبه أو ألزقه على الحاجة أو وصله بالحاجة اللي أنا أقوز أستخدمه كما ده لا ثقة ترجمة نانسي قنقر